أعوذي بلانشيطة رجيب السلامة رحيمة التحليل بي الوحدة الثانية عشر التلوث بالمبيدات Pesticide Pollution ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة واليوم نتناول في هذا المقطع الوغاية من المبيدات Protection from Effects of Pesticides الوغاية من المبيدات يجب استخدام أدوات السلامة ويسمى Personal Protective Equipment PPE باختصار لعدم ملامساتها لجسم الإنسان أي عندما تستخدم هذه الوسائل لا تلامس جسمك أو تحميك من الاحتكاك بالمبيدات وذلك باستخدام القفازات في لبس البالط والنظارات الواغية يعني القفازات والبالط والنظارات تعتبر Personal Protective Equipment عدم ملامساتها إذا كان هناك جروح بالجسم يعني لا نلمس المبيدات الابتعاد عن فتح الحاويات واستخدام الكمامات يجب أن نستخدم الكمامات يستطررنا إلى فتح حاويات المبيدات يجب أن لا يتعرض الإنسان هنا لغير المبيدات يجب أن لا يتعرض الإنسان أول حيوانية تراكيز عالية سامة من المبيدات فذلك لأثارها الضارة هناك تراكيز أمان لكل مبيد فإذا زاد عنه في أي مادة غزائية يجب عدم تناول تلك المادة الغزائية إذا تعتبر ملوثة بالمبيد الحد المسمح به للDDT هو سبع جزء من المليون أما الدريم في حد الأمان تقريبا عشر أطعاف أقل وهو صفر فاصل سبع خمسة جزء في المليون غسل الخضرات الفواكي قبل تناولها عدم استخدام المياه القريبة من المناطق المرشوشة وكل هذه الطرق تؤدي إلى الوقاية من المبيدات بهذا النصر لنهاية هذا المقطع